صلاة العيد والزيارات العائلية وطبق الكحكة والبسكويت قدام التلفزيون مع حبيبك ويا سلام بقى لو اتغدت رنجة وفسيخ يبقى انت كده قضيت العيد على اصوله ويا فرحك يا هناك لو لميت العيدية يبقى كده جبرك بس تفتكر كل دي عادات المصريين في العيد؟ ولا بيعملوا حاجات تانية؟ تعالوا بينا نعرف ايه اغرب عادات المصريين في العيد في العيد بتعيش كل محافظة من محافظات مصر حالة كبيرة من الفرحة والاحتفالات اللي بتلف شوارعها وبتزينها ومع الاحتفالات بالعيد هنلاقي ان كل محافظة لها طقوس مختلفة تماما عن التانية عندك مثلا محافظة الاقصر وبالتحديد قرية الرزيقات التابعة لمركز ارمند القرية دي احتفال العيد فيها مختلف شوية عن بقية الاحتفالات في مصر وده لانهم بيصلوا العيد ويتجمع اهل القرية كلهم واللي بيوصل عددهم لأكتر من 3000 واحد المهم كلهم بيتجمعوا وسط القرية على شكل دواير كده ويبدأوا يسلموا على بعض ولازم 3000 واحد يسلموا على بعض بالدور حاجة غريبة الصراحة وبيسموها سلام المصالحة وبعد كده يعملوا حفل افطار جماعي واول ما يخلصوا يرقصوا ويغنوا والموضوع قد شهر جدا لدرجة ان في ناس من كل المحافظات بتروح مخصوص في العيد علشان بس تشوف الاحتفال اما بقى بني سويف بيحصل فيها اغرب احتفال ممكن تشوفوا بص يا سيدي في قرى محافظة بني سويف بيتجمع الاهالي كلها علشان يصلوا العيد والغريب ان بعض صلاة العيد اهل القرية كلهم من الرجالة بس بيتجمعوا يعملوا طبور اسمه قطار العيد ويلفوا على بيوت القرية كلها بيت بيت ويسلموا على الستات وياخدوا وجبهم من الضيافة واللي في الغالب بتكون كحكة وبسكويت وترمس ويفضلوا كده لحد ما يلفوا القرية كلها والموضوع تشهر جدا على مستوى الجمهورية لدرجة انها بقت مبادرة وفي قرى بقت بتقلدهم ويعملوا زيهم بالظبط ونروح بقى لدميات اللي الاحتفال فيها بيكون غريب شويتين وده لان مجرد الاهالي ما تخلص صلاة العيد مش بيروحوا مثلا على بيوتهم ولا بيعيدوا على بعض ولا كل الكلام اللي احنا عارفينه ده لأ دول بيجمعوا بعض مرة واحدة كده ويعملوا رحلات في النيل ويفطروا في المراكب ولو حضرتك بصت كده على كورنيش دوميات هتلاقي عليه نص المحافظة معظم الناس هناك بيخرجوا للشوارع والمطاعم ويتصوروا بمناسبة الاحتفال بالعيد وفي دوميات هتلاقي الفول والكب ده من أشهر الأكلات اللي بتكون منتشرة عندهم في العيد ونروح بقى لحبيب نفسينا وهناك العيد بيبدأ عندهم بدري شوية الأهالي هناك بتتجمع قبل صلاة العيد بساعة كده ويقعدوا ويفطروا مع بعض وبعدين يخلصوا ويروحوا يصلوا ويطلعوا يتجمعوا كلهم عند كبير القبيلة واللي بيجهز لهم أكل وحلويات ويستقبلهم أحسن استقبال وبعد كده يعيدوا الأهالي كلها ويتأكدوا إن محدش غايب وده لإن ممنوع هناك حد يغيب عن احتفالية كبيرة زي دي ولو لقوا حد غايب بيتجمعوا كلهم ويروحوا يزوروا ويعرفوا ما حضرش صلاة العيد ليه أما بقى لو كلهم موجودين هنا بيحتفلوا بالعيد ويوزعوا الحلويات ويهدوا بعض ويمارسوا عاداتهم في الاحتفال العادي ورغم اختلاف العادات في كل محافظة عن التانية لكن في حاجات المصريين كلهم اتفقوا عليها أشهرها مثلاً الأكل في العيد واللي لازم يكون في سيخ ورنجة وملوحة وتخلص كل ده وتحبس بكباية شاي وكحك العيد أما بقى العادة الأغرب في تاريخ البشرية هي زيارة المقابر تخيل كده تكون في عيد والناس كلها بتوزع بلالين وعدية وفي الخلفية صوت الست صفاء أبو السعود وتلاقي الست من دول شيلة سبط الأورس بالعجوة وطلع على المقابر تعيط وتوزع الأورس على روح المرحوم وده يعتبر من مظاهر الإخلاص للشخص المتوفي وعلامة إن أهله لسه فكرينه ومش نسينه حتى في الأعياد وفي النهاية كل بلد بيكون ليها طقوس خاصة بيها في النهاية يقول لنا أنت كمان بتحتفل بالعيد إزاي؟